مؤسسة سكاينيوز البريطانية كشفت عن ملفات استخبارية إيرانية خطيرة للغاية وسرية للغاية متعلقة برغبة النظام الإيراني بمهاجمة عددا من الدول المهمة والمتقدمة والفاعلة في العالم وطبعا بريطانيا استحوذت على كل هذه الوثائق في خرق جديد للعمليات الاستخبارية والوثائق الاستخبارية والبحوث الاستخبارية في الداخل الإيراني وهذه هي الصفحة الأولى لهذا البحث وحقيقة البحوث اللي هي مكونة من 57 صفحة وهذه هي عبارة عن بحوث جامعيها الإيرانيين بعمليات استخبارية مهمة جدا بالنسبة لهم من أجل القيام بهجمات سبرانية سايبر أتاكس مثل ما قلنا على عدد من الدول وتأتي على أربعة أشكال الشكل الأول هو من أجل إغراق السفن السفن الشحن تحديدا وهذا يوضح عمليات الحرب السفن بينهم وبين إسرائيل وقد تكون حتى مع دول أخرى فهذا البحث بهذا الشكل هذه الصفحات على سبيل المثال هذه الصفحة التي تؤكد هذه المنظومة لنشوفها في هذه الورقة بحسب هذه المعلومة أن أي هجوم سبراني على هذه المنظومة تحديدا ستؤدي إلى دمج وضرر كبير في السفينة مما يؤدي إلى حريقة وانفجار وبعدها تغرق سفينة الشحن وكذلك الشكل الثاني هو استهداف محطات الوقود من خلال استهداف مضخات الوقود الموجودة في محطات الوقود وتفجيرها طبعا لأنه محطات الوقود الموجودة الآن في العالم وتحديدا على المستوى الأوروبي هي طبعا عبارة عن محطات سمارت ذكية للغاية فبالتالي اختراقها موجود ومشروح بي كامل بهذا الشكل وكذلك عن طريق الأنظمة وطبيعة الاختراق اللي هم ممكن أن يسووا أكو هايلايتس على النقاط المهمة في هذه البحوث اللي هم يسويها وكذلك من خلال يسوون هجمات سبرانية عن طريق الأقمار الصناعية على عمليات الشحن العالمية الدولية لكل العالم بالإضافة إلى ذلك أيضا عملية اختراق السمارت بيلدينجز اللي هي البنايات الذكية طبعا وهنا نتحدث نحن عن البنايات الذكية اللي هي طبعا بها منظومات متقدمة جدا ممكن أن هم يخترقون على مستوى التدفئة المصاعد المنظومات اللي موجودة بها كلها عدهم امكانية لاختراقها بسهولة كبيرة جدا الآن السؤال من هي الدول المستهدفة هل هناك دولة معينة أم دول معينة كما ذكرناها الآن إذا نشوف بهذه الصفحة كما هو مذكور بالهايلايتس سنلاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا بالإضافة إلى إسرائيل وإلى تركيا وإلى العديد من الدول هم مجمعين معلومات عن كل منظوماتهم واشلون يسوون الهجمات السبرانية ودينتظرون الوقت المناسب واللحظة المناسبة بالنسبة لهم للقيام بهذه الهجمات بحسب هذه الوثائق الخطيرة اللي طبعا تأكدت منها الحكومة البريطانية إلى درجة أن هذا الرجل وزير الدفاع البريطاني بن ولس ظهر بشكل واضح وقال بأنه إحنا المملكة المتحدة البريطانية في مشكلة حقيقية جدا لأن المعلومات اللي عندهم ممكن تضرب البنى التحتية لبريطانيا كلها وهذا يوضح طبيعة التقدم السبراني والهجمات السبرانية وإمكانيتهم حقيقة في الأمور والهجمات الإلكترونية ذلك هذا قلق بريطاني وقلق أوروبي كبير جدا وقد يغير من مزاج بريطانيا وأوروبا فيما يتعلق بالاتفاقية النووية ويكونون حقيقة يتعاملون بخشونة أكبر مع إيران طبعا هذا الموضوع الآن اللي انكشف هو يزيد من الضغط ضغطا على واشنطن في التعامل بقضية الاتفاقية النووية بما أنه ذكرناها يعني بايدن الآن لديه مشكلة بايدن يود أن يعود إلى الاتفاقية النووية ولكن بعد توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية متابعة وهذه المتابعة هي من أجل حل عدد من الأمور هو يريد يرجع للاتفاقية النووية من أجل تخفيض التخصيب العالي ليورانيوم اللي دي يصير طبعا بنسبة 60% بالإضافة إلى ذلك أنه يأخذ بهذه المتابعة الأمور المختلف عليها بالصواريخ الباليستية بالميليشيات وغيرها اللي رفضها حقيقة ورفضتها إيران من المرشد الأعلى مؤخرا بشكل واضح وصريح من يوم أمس وهم رفضوا هذا الموضوع وربط الصواريخ الباليستية بقضية الاتفاقية النووية على هذا الأساس طبعا لماذا هذا الاعتقاد موجود وتحديدا من بلومبرغ الأمريكية بأن هذه القضية سيكون فيها إخفاق لبايدن وهذه طريقة غير ناجحة كون أن الاتفاقية النووية ما باقع عليها سنتيان فقط إلى 2023 والقيود المطروحة على الصواريخ الباليستية حقيقة ستنتهي وتصير اكسباير وطبعا القيود على الصواريخ الباليستية هي ليس على الصاروخ نفسه لا أبدا وإنما هناك قيود بحسب الأمم المتحدة لمدة ثمانية سنوات على إيران أنه ما تستلم أي تكنولوجيا متقدمة للصواريخ الباليستية وطبعا من 2015 إلى 2023 تنتهي الأمم المتحدة بعد ما إلها حق أن تقول لإيران ما تستلمين انتباع التكنولوجيا للصواريخ فبالتالي الصواريخ الباليستية تصبح التكنولوجيا مالتها متاحة مع الإمكانيات التي هم يمتلكوها 2000 كم تصل هذه الصواريخ إضافة إلى ذلك أنه أصلا في عام 2030 وهذه طبعا يعتبروها الإسرائيليين والأوروبيين أنها مسافة قريبة جدا أنه رح تنتهي قضية حقيقة القيود اللي موجودة على البنى التحتية للمنشآت النوية تصبح متاحة يوسعون البنى التحتية مالتهم مثل ما يريدون بالإضافة إلى ذلك أجهزة الطرد المركزية العدد اللي يريدوا التخصيب اللي يريدوا أنواع أجهزة الطرد المركزية ليس هناك قيود ليسوا ملزمين بال2030 عفوا بأحد وكذلك كمية المواد الإنشطارية تصبح غير محدودة بالنسبة لهم يضاف إلى ذلك القلق من هذا الرجل إبراهيم رئيسي الذي سيستلم زمام أموره بعد أيام قليلة جدا في شهر 8 وتحديدا في 3-8 سيكون القسم ماته أن هذا الرجل كان واضحا وقال في فترة من الفترات أن الاتفاقية النووية لا مصلحة لنا بها والإيرانيين عادة يقولون بأنه حتى لو استمرنا بالتخصيب على مستوى 60% أو غيرها لن نسعى إلى القنبلة النووية ولكن مشكلة الغرب في هذا الموضوع أنهم لا يفقون بإيران واحدة من أهم الأسباب عدم ثقة الغرب بإيران هي قضية التي كشفت وحقيقة الأرشيف النووي للموساد الإسرائيلي في عام 2018 التي كشفها نتنياهو بهذا الشكل التي أكدت بأن هناك أسلحة وعمليات بحوث هائلة جدا من قبل إيران على عملية التسليح النووي على هذا الأساس أيضا بلومبرغ اعتقدت بأن إيران قد تريد أن تكون مثل اليابان اليابان الآن ما عندها قنبلة نووية لكن عندها كل البنية التحتية للوصول إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة جدا إن أرادت ذلك فيعتقدون بأن إيران قد تصل إلى هذه النقطة ولكن شتان بين إيران وبين اليابان بالنسبة للغرب على هذا الأساس هم موافقين بحقيقة طبيعة إيران وبما أن الأمور معقدة بهذا الشكل البلومبرغ اقترحت تسليح إسرائيل من أجل الردع إيران الآن وجعلها تخضع للشروط الأمريكية تسليحها بماذا؟ بسلاح لا تمتلكه إسرائيل اللي هو طبعا هذا هو الصاروخ اللي هو جي بيو 57 بانكر باستر بام هذه طبعا قنبلة هائلة جدا نشوف حجمها كبير جدا هذه القنبلة حتى نعرف تفاصيلها حقيقة يريدون يسلمون أيضا يعني بلومبرغ اقترحت على إدارة بايدن أنه أيضا يسلموهم البيتو وهذه القنبلة اللي أيضا ممكن أن تنحمل من قبل البيتو القاذفات الأمريكية أنه يسلمون هذه مع البيتو من أجل تحقيق ضربات حقيقية هذه القنبلة عدها أمكانية أنه تخترق الكونكريت بشكل عالي جدا مقارنة بأي قنبلة أخرى وتدخل إلى عمق المنشأة النووية وتفجرها بالكامل وبالتالي بمجرد قالت البلومبرغ أن هذا الموضوع يطرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتسليح إسرائيل مباشرة إيران ستعرف أن الموضوع سينتهي وبنها التحتية في النووية ستنتهي على هذا الأساس إيران ستقبل بكل شروط العالم وينتهي هذا الخطر ترجمة نانسي قنقر